عقد مجلس النواب جلسة جديدة برئاسة المستشهر الدكتور حنفي جبالي لاستكمال نظر مشروعات القوانين وخلال الجلسة وافق المجلس بشكل نهائي على مشروع القانون بشأن اقرار بعض التيسيرات للمصريين المقامين بالخارج في مجموعة استمراراً لدوره التشريعي عقد مجلس النواب جلسة جديدة برئاسة المستشهر الدكتور حنفي جبالي لاستكمال نظر مشروعات القوانين استهل المجلس جلسته العامة بمناقشة تقرير احدى اللجان المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن اقرار بعض التيسيرات للمصريين المقامين بالخارج فقدم عدد من النواب مقترحاتهم بشأنه من حيث المبدأ الموافق عليه حيث انها يقدم بعض التيسيرات قانون الضريبة العامة وقانون الجمارك جاء من القوانين اللي بتمثل إرادات العامة للدولة ويراعي ايضاً رعاية مصالح المصريين اللي هم مقامين في الخارج ايضاً اطار تشريع من ضبط متوازن بيضمن تحقيق استفادة يهدف هذا القانون المعروض إلى منح من لم يستفيد من المبادرة الخاصة بالسيارات مدة 13 لتحقيق رغبات المصريين اللي هم يعني بيطلبوا انهم يستفيدوا من هذه المبادرة وبعد مناقشات مطولة اعلن المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون بشأن اقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج في مجموعة وفي جدول اعماله ناقش المجلس تقرير احدى اللجان المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون في شأن سجل المستوردين حيث استعرض النواب اراءهم تجاهه لازم كنواب تنصقية شباب الاحزاب والسياسيين نسمن تلك الخطوة حقيقي ونوافق عليها وندعم كل القرارات الداعمة للاستثمار الحقيقي والجازب على ارض جمهورية مصر العربية انا شايف سيد الرئيس ان لازم ننص في هذا التعديل ان يقتصر السماح للاجانب باسترات معدات ومستنزمات الانتاج فقط دون ان احنا نفتحها كده المستورد يستورد زي ما هو عايز ده يأثر على الصلاع المصرية ممكن جدا يستورده سلع موجودة في مصانع قائمة وبعد المناقشة اعلن رئيس المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون في شأن سجل المستوردين وخلال الجلسة وفق المجلس على عدد من تقارير اللجان المشتركة ومنها قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الافريقي بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجة البحري لشركة سفاجة إلى جانب تقرير عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا لعام 1968 وبعد المناقشات رفع المجلس جلسته للانعقاد في 29 من الشهر الجاري موسيقى